السلام عليكم معكم زميلتكم سرين الحوامدة طالب الطب أسنان سنة رابعة بالجامعة الأردنية اليوم إن شاء الله رح أكون معكم لأساعدكم تتعرفوا على سنة تانية خلال العطلة لحتى تبدوا الدوام وإنتوا عندكم فكرة عن المواد بتكونوا شوي مرتاحين ومتحمسين وبهمة عالية إن شاء الله أكيد كلنا سمعنا عن سنة تانية سواء بالطب البشري أو بالطب الأسنان أدي سنة زخمة كمية المواد فيها كبيرة في اليوم رح نتعرف على شو اللي بيميزها كيف طبيعة المواد وكيف متعامل معها وآخر إشي رح نجاوب على استفساراتكم طيب هلأ شو اللي بيميز سنة تانية زي ما بنعرف سنة تانية موادها كتيرة كيف كتيرة؟ من ناحية المحتوى العلمي اللي فيها سواء بنحكي عن محتوى كمي أو محتوى نوعي يعني كمية المواد اللي بتطلب إدراسة ومتابعة أول بأول ويوم بيوم محاضرة بمحاضرة تقريباً كل المواد ومن ناحية نوعي المعلومات اللي رح تتعرضوا لها خلال سنة تانية كلها معلومات جديدة عليكم وهي الفكرة بتصفي يعني زي طالب بالمدرسة أنت عم بتحاول تحكيله أنه 2 زاء 3 يساوي 5 هلأ إحنا عارفين أنه 2 زاء 3 يساوي 5 بس كطالب صغير كيف تقنعه أنه 2 زاء 3 يساوي 5 ممكن تضطر تستخدم أصابعك لحتى يقتنع بحكيله هاي 3 أصابع لو ضفنا عليهم أصبعين معناته هيك صاروا 5 فهي الفكرة بأنك تقتنع بهاي المعلومة بأنك تفهم هاي المعلومة طبعاً زي ما اسمعت عن سنة تانية أيضاً فهي تسمى بمقبرة الطب وهي تسمية يعني عالمية مش بس عنا هون بالأردن بسموها مقبرة الطب لكن طالما في سنة تالتة ورابعة وناس متخرجة فأكيد الواحد بالأخير بقدر يعدي منها فعشان ما تكون مقبرة عليك وعشان تقدر تطلع منها بأعلى العلامات وبراحة ورضى عن السنة ضروري إننا نبلش هاي السنة بالاجتهاد والتوكل على الله نتوكل على ربنا نحسن نوايانا إنه الدراسة لوجه الله تعالى وأنا بالدراسة برفع من سويتي وبحسن من حالي وبطور من ذاتي وإلى آخرة وبجتهد وبصر على أعلى العلامات طبع عشان أقدر أعمل كل هذا هون من روح لنقطة تنظيم الوقت تنظيم الوقت هي أهم مهارة يجب أن يكتسبها الإنسان وخصوصا طالب العلم تنظيم الوقت كيف بدك تقدر يعني تعمله؟ أنا صراحة شخصيا شفت أحسن طريقة هي تدولس كل يوم الصبح أول ما تصحى قبل ما تعمل أي خطوة بيومك ضروري تكتب جدول بالمهام اللي لازم تنجزهم خلال هذا اليوم وهذا الجدول تضبط بساعة معيارية يعني أنا مثلا من الساعة تسعة للعشرة بدي أعمل كذا من العشرة للاثناش كذا وبحط بريكات يعني وتوازنة ومنتظمة وبنفس الوقت ما بزيد الحمل على حالي يعني بحطها بطريقة عقلانية وقادر أوزع الساعات بشكل صحيح وتنظيم حالي لأنه خلال هاي السنة رح تدرسوا أنتو 43 ساعة 16 ساعة بالفصل الأول و15 ساعة بالفصل الثاني فضروري تعود حالك على الدراسة بشكل يومي ضروري تتعرف على حالك تعرف يعني هل أنا بفضل أدرس لحالي هل بفضل يكون عندي ستادي بارتنر هل بفضل دراسة الصبح بفضل دراسة الليل إلى آخره يعني كل ما تعرفت على هاي الشغلات أبكر كل ما جنبت مشاكل والوقوع بالخسائر بشكل أفضل طيب خلينا نبدأ الآن بالمواد نبلش نحكي عن مادة الفيسيولوجي ون هلأ أنتو أخدتوا فيسيولوجي عام صح؟ لكن فيسيولوجي ون شوي بنبلش نتوسع فيها هلأ شو يعني فيسيولوجي بالبداية أو فيزيولوجي معناها علم وظائف الأعضاء طيب شو علم وظائف الأعضاء؟ أتوقع مرت عليكم هاي الصورة خليني أضيفها هلأ معكم هاي الصورة اللي بتحكي لك أن جسم الإنسان يتكون من ذرات الذرات بتشكل خلايا مجموعة الخلايا التي تتشابه بالوظيفة بتشكل النسيج مجموعة الأنسجة اللي تتشابه بالوظيفة وتكمل بعضها البعض بتشكل العضو العضو مع أعضاء أخرى بشكل جهاز وهذا الجهاز بالتكامل مع الأجهزة الأخرى يشكل جسم الإنسان بالأخير صح؟ طيب لما نطلع على اسم علم وظائف الأعضاء يعني أنا هون عشان نكون رضطين الفكرة ونكون يعني فاهمين شو يعني فيسيولوجي لما نحكي علم وظائف الأعضاء شو يعني؟ يعني أنا بدي أدرس العلم اللي مهتم بدراسة وظائف الأعضاء اللي موجودة بالجسم عشان هيك أنا بدي أمسك هذا الجهاز مثلا جهاز الـ Nervous System جهاز الـ Cardiovascular System وغيرها من الأجهزة أشوف شو فيها من أعضاء وأدرس وظيفتهم بالصورة الطبيعية يعني دائما بس نحكي علم وظائف الأعضاء إحنا بنحكي عن وظيفة هاي الأعضاء بالصورة الطبيعية ورح تصير تسمع أنه طبيعي يعني فيسيولوجي تمام؟ فأنا يعني ممكن كمان لأنه الأعضاء تتكون من نسيج إني أضطر أرجع لها الأنسجة والحلو إنه بخطتنا إحنا بندرس الـ Histology والفيسيولوجي at the same time فهذا الإشي شوي بساعدنا أن ننضلنا رابطين المعلومات طيب سؤال ليه بهمنا نتعرف على الوظائف الطبيعية الفيسيولوجية لحتى نقدر نفهم غير الطبيعي إنتوا بتبرشوا هلا بسنة تانية تتعرفوا شو الإشي الطبيعي عشان أقدر أفهم بالمستقبل الأمراض وأقدر أتعامل معها علم الأمراض طبعاً يسمى بالـ Pathology فعشان أقدر أخذ الـ Pathology وهذا الكورس أنا بدي أكون فاهمة الفيسيولوجي بشكل الميح وهاي المادة زي ما منلاحظ مادة مقدارها أربع ساعات وزي كأنها يعني أربع مواد من طالب سنة رابعة طب أو طالب سنة ثالثة مثلاً بتكون عنده أربع مواد بشكله أربع ساعات لأ هاي مادة تشكل أربع ساعات فمعناها تبدي أعطيها أولوية وحقها العالي من الدراسة والتحضير طيب بنحكي عن شغلة الآن مهمة شو الشغلة المهمة هلأ شو رح تحكوا عن topics يعني إيش رح تناقشوا الأعضاء رح تحكوا شوي بالمسلز بداية رح تروحوا على نظام الكارديوفاسكولر سيستم اللي بيحكي عن الدورة الدموية والوظائف اللي فيها رح تتعرفوا على شغلات بالبلود الجاسترو انتستينال سيستم اللي هو الجهاز الهضمي اللي هي ماتولوجي ورح يرافق هذا المساق لاب هذا اللاب رح تروحوا تحضرواه كل ما يستدعي الموضوع شو يعني؟ يعني مثلاً إحنا عنا موضوعاً عن مثلاً العضلات هاي العضلات إذا في إلها مختبر رح تطبقوا إذا ما في إلها مختبر ما رح تروحوا عليه بتذكر من المختبرات كنا نعملها الهيماتولوجي عشان مثلاً بدنا نشوف شكل الار بي سيز خلايا الدم الحمراء والوايت بي سيز اللي هي الخلايا المناعية وغيرها فمثلاً كان إلها لاب وهذا اللاب عليه علامة وحضوره كمان عليه علامة يعني فيه تقريباً خمس علامات بس على الحضور ومحسوبين بعلامة هذا اللاب طيب شو هي أو كيف نتعامل بالبداية مع الفيزيولوجي هلأ الفيزيولوجي شوي أو الفيزيولوجي شوي مختلف عن غيرها من المواد لأنها بتطلب فهم كبير يعني إحنا أهم شغلة نطلع منها منها المحاضرة التعريفية كلها إني عارف أن الفيزيولوجي بدها فهم هذا الفهم لحتى أحققه بدي يعني أشوف هل أنا قادر أفهم مع الدكتور بعطي فرصة مرة مرتين ثلاثة مو قادر أفهم معه ضروري أنتبه على حالي أروح إلى مصادر أخرى هاي المصادر الأخرى قد تكون مثلاً يوتيوب وهي مصدر يعني غير مدفوع زي نينجانيرد مثلاً إلا ما سمعت عن هاي القناة يمكن بسنة أولى ولو ما سمعتوا عنها هي قناة في كتير بستفيدوا منها وممكن تساعدهم أو بتاخدوا كورسات مع أطباء يعني شرحين هاي المادة وسمعتهم جيدة تمام شو سلبيات هاي المادة؟ سلبيات هاي المادة بشكل عام عندنا إنه الجامعة ما بتتسلسل مع الطالب فيها وبالامتحان الواحد أنت كطالب طب أسنان بتكون رايح تقدم تقريباً ثلاثة لأربع أجهزة مع بعض فإنت ممكن يعني تكون رايح هيك تقدم جهاز المسكولر سيستم مع الكارديو فاسكولر سيستم مع البلد يمكن تكون دارس نصف مثلاً أو أكتر شوي فهاي الفكرة بتخليك إنك أنت تتعرض لكمية معلومات كتير كبيرة خصوصاً ليلة الامتحان زائد سلبية تانية إنه كل جزء بيعطيه دكتور مختص بهذا المجال هلأ طبعاً هاي الشغلة يمكن مش سلبية بس الفكرة إنه أنت كل مرة رح تتعامل مع دكتور معين بطريقة معينة بأسلوب معين فعشان هيك بخصوصاً بهاي المادة حاب أحكي لكم شوي عن الدكاترا دكاترا إذا بتحبوا تسيفوا هاي المعلومات عندكم لحتى تقدروا تتعاملوا مع موادهم مثلاً الدكتورة فاطمة ريالات دكتورة فاطمة ريالات يمكن من أحسن الدكاترا بالفيسيولوجي من ناحية أسئلة الامتحان سلايداتها بتكون شاملة شرحها جيد أسئلتها أسئلة مباشرة الطالب بس قادر جاوب عليها من السلايدات يعني حتى ما في داعي إنكم تعملوا شيتات كطلاب دفع بينما لو منحكي عن الدكتورة فاطمة داود ففاطمة داود أسئلتها أكتر من كلامها زائد مرات بتطالبكم بجزئيات من الكتاب وضروري جداً إنه إذا حكيت لكم ادرسوا هذا الموضوع من الكتاب ضروري ترجعوا على الكتاب ليه؟ لأنه رح يجي عليه سؤالين لتلاتة لأربعة حسب قديل كمية اللي عطتكم إياها هاي كدكتورة فاطمة داود أسئلتها متوسطة لكن شوي بتحتاج الربط بالنسبة للدكتورة محمد خطاطبة محمد خطاطبة عنده طريقة بالتعامل مع المادة معينة يعني بيرسل للطلاب زي شيت معين اسمه الهاند آوت هذا الهاند آوت غالباً ما بيطلع عنه أسئلته شوي قوية لكن الحلو بأسئلته إنه أحياناً بيكرر أفكار الباست بيبر فلو شفتوا مادة بيدرسها الدكتور محمد خطاطبة شو رح تعملوا فيها؟ رح نحل الباست بيبر ليه؟ لحتى أتعرض لهاي الأفكار لحتى أتعامل معها وبعدين برجع يعني بدرس المادة بالتفصيل وأول بأول الدكتور ينال الدكتور ينال يعني كشرح رائع بيجيب من كلامه ومن أسئلته لكن أسئلته مستواها شوي عالي بتحتاج لربط كتير عالي ممكن أجيب لك سؤال من المحاضرة الأولى بتكمل على فكرته في المحاضرة الخامسة فإنت كطالب بدك تكون عارف أنه أنا كيف أربط هذه المعلومات وأكون فاهمها بشكل منيح إذا أعطاكم الدكتور فيصل أنا شخصياً بحب أسئلته وعادة يعني علامتي بترتفع من وراء أسئلته لأنها هي شوي من سلايداته يعني بلتزم بمحتوى السلايدات بيجيب من كلامه فأحب أنكم تحضروا محاضراته وبس تقريباً هاي المعلومات اللي نحكيها عن الدكاترة يعني زي ما لاحظتوا كل دكتور رحيات الجزء كل دكتور له طريقته وأسلوبه الخاص بس بالأخير الخلاصة عشان ننتقل على المواد الأخرى إنه الفيزيولوجي ضروري أفهم الأفكار أول بأول والوقت لما أنت تبلش كطالب في بداية الفصل دغري من أول ما تاخد المحاضرة الأولى تبلش دراستها رح يكون كتير أحسن من أنك تبلش تدرس مع بعد بداية أسبوعين ثلاثة لأنه هذا الإشي رح يحصرك شوي بالوقت فرح يخليك تعمل سكب لبعض الأجزاء وما تفهمها بشكل منيح طب ليه أفهم؟ عشان مهما صار فيه تلاعب بالأسئلة ما أوقع فيها بنفس الوقت يعني الدفعة لازم تتعاون وتعمل شيتات ويعني الجزء الأخير إنه أدرس الباست فيبر خصوصا مع دكاترة معينة زي دكتور محمد خطاطة مثلا طبعاً الأA فيها 81 والنجاح فيها لغاية الأربعين أوكي نروح الآن على المادة الثانية هيد أنيك أنا تنبق الهيد أنيك برضو أربع ساعات فيعني هذول المادتين لحالهم 8 ساعات يعني لو أنت تروح لطالب جامعي تخصص تاني لما تحكي له 8 ساعات هو بيكون عنده يمكن 3 مواد فيهم لكن إحنا بمادتين بيكون عندنا 8 ساعات الهيد أنيك رح تتناولوا فيها الأناتومي يعني التشريح لمنطقة الرأس والعنق الحلو بالهيد أنيك أناتومي بالجامعة الأردنية أنهم شوي بتسلسلوا بالأفكار يعني بتدرجوا مع الطالب بيبلشوا مثلاً بإنتروداكشن بعدين بيبلشوا يحكوا عن السكال اللي هي الجمجمة بعدين عن السكالب اللي هي قشرة الرأس بعدها عن الفيس وشو بهذا الفيس من عظام من عضلات وهالي العضلات شو اللي بيغذيها من أعصاب ومن نفس الوقت وين الأوريجن والإنسيرشن والكثير من المعلومات اللي أنتوا شوي عندكم فكرة عن الأناتومي بشكل عام فيها لكن هاي المرة شوي مختصين بالهيد أنيك ومننتقل مع يعني لمناطق النك أريا العضلات اللي فيها الكافيتز الموجودة فيه جسم الإنسان الآي الإير وغيرها أوكي هلأ المادة هاي أكيد بدها فهم حفظ والأهم من ذلك موضوع الربط ضروري نربط المعلومات كيف نربط هاي المعلومات شو اللي بيساعد عليها عشان تقدر تربط المعلومات بدك تكون قادر يعني عندك ذاكرة تصورية أو تخيلية بنزل تطبيق معين فيه تطبيق اسمه Complete Anatomy هالتطبيق Complete Anatomy إذا نزلتوه ممكن يساعدكم إنكم تشوفوا هاي يعني الأجزاء من جسم الإنسان على هذا التطبيق طبعا هاي المادة بشرحها دكتورين بالعادة دكتور محمد السالم ودكتور أحمد السلمان دكتور محمد السالم يعني أحكي لكم بشكل واضح الطلاب عندنا بالجامعة بنقسمه لقسمين قسم بفضله شرحه وقسم لا فأنت حاول إعرف من بكير إذا بتفهم عليه أو لا عشان تلحق حالك لو اضطريت يعني تروح لمصدر خارجي تمام دكتور محمد سالم يعني أنا يعني كنت شوي ما بحب شرحه ليه؟ لأنه بحسه إنه الدكتور بتعمق بالمادة ومرات بحكي لك معلومة بالمحاضرة هاي الأولى مثلا ما بتفهمها إلا بعد المحاضرة التالتة يعني ممكن هذا الإشي بس بالأخير أنتوا صحاب التجربة يعني حتى لو سمعتوا هذا الكلام مني بالأخير أنت تكون الشخص اللي رح يحكم ويطلع قراره عشان هيك أنا قلتلك حاول إعرف من بكير أحمد السلمان شرحه حلو كتير الدكتور لحالك بيخليك تربط المعلومات لأنه بيظل يعيد وزيد خلال المحاضرة وبين المحاضرات هلأ من الوسائل اللي بتساعد على دراسة الأنتهم بشكل عام هو فكرة يعني ضروري نفهمها الربط هلأ الربط كيف دو يتم من خلال التلخيص والرسم طيب رح تحكولي سرين هلأ التلخيص والرسم بحياخد وقت كتير وأنا هذا الوقت بدال ما أعمله يعني خلص بدرس المادة خلال ساعتين ويعني بعمل سكيب أو نيكست على المحاضرة اللي وراها بحكيلك صح بس أنت هيك يعني زيك أنك حفضت حالك لهاي اللحظة التلخيص والرسم صح بياخد وقت بالبداية عشان هيك إذا بديت بكير رح يكون أحسن لك لأنه ببداية السنة بيكون معك وقت كافي ممكن ياخد أربع خمس ساعات لكن لما تيجي بالإعادة الثانية هذا الموضوع يمكن ياخد معك أقل من ساعة ولما تيجي تحل سنوات رح تأكد على هاي الشغلة هاي المهارة ضروري تعززوها يمكن مش لازم على كل المادة بس أدمع بتحاول تلخص وترسم وتربط المعلومات كل ما يكون أحسن الدكتور محمد السالم أحيان بيكرر سنوات أو بيجيب أفكار من السنوات فبرضو معاه نهتم بدراسة الباست بيبر لكن أكيد لا نعتمد عليه كمصدر خارجي مفيد يعني أنا كنت أحضر لدكتور مصري هلأ صراحة خطر عبالي الشغلة لكن يعني أنا حكيت لكم الاعتماد كان أكتر على الدكاترا شوي مادة الميد ممكن تحسوها ممتعة أكتر من الفاينل لكن يعني بالأخير حكيت لكم الحلو بالمادة هاي إنها متدرجة ومتسلسلة طبعاً الأي فيها 92 شوي عالية الأي ماينس دغري 90 يعني ما في مجال 4 5 6 علامات أبداً والنجاح فيها 40 طيب نيجي نحكي عن البيوكميستري 1 شخصياً أنا يعني هاي my favorite subject كانت البيوكميستري رح تاخدوها إن شاء الله على الفصل الأول والتاني الفصل الأول بيوكميستري 1 اللي رح تتعامل مع الماكرو موليكيولز كيف تركيبها شو تكوينها شوي شوي رح تصيروا تفهموا تفاصيل الأشياء اللي نتعامل معها بحياتنا بتبلش المادة بعلم بحث جامد بحكي عن الحموض والقواعد البي اتش بعدين شوي شوي منبلش ننتقل على الكاربس الكربوهيدرات رح تكتشفوا إنه كل حياتنا عبارة عن سكريات وبعدين رح نحكي عن الليبيدز اللي هي الدهون ننتقل منها على البيبتايد اللي هي أجزاء مكونة للبروتينات والبروتينات موضوع كتير كبير والأكبر منه هو الانزايمز الانزايمز هي عبارة عن بروتينات لكن وظيفتها إنها هي عبارة عن مسرعات بالتفاعل يعني أنت عندك A زائد B بتعطي C عشان A زائد B تعطي C خلال ساعة بحط انزايم إذا ما حطيت انزايم A زائد B تعطي C لكن يمكن خلال عشر ساعات هي كل فكرة الانزايم لكن رح تلاقوا كتير متوسع تقريبا نص امتحان الفاينل عبارة عن انزايمز ومن نفس الوقت بتيجي آخر الفصل فعشان هيك ضروري أكون منتبهلها من البداية طبعا المادة تتطلب فهم حفظ المادة يمكن الناس بتحكي عنها صعبة لكن من بداية الفصل لو حطيت ببالك إنها صعبة ما رح تتمشي فصراحة مع الدراسة والتكرار بتصير سهلة المادة أنا بشوفها ممتعة بيدرسها تلت دكاترا عننا دكتورة ديالا تمتاز أسئلتها إنها سهلة وغالبا من السلايدات الدكتور نافذ أسئلته متوسطة وأحيانا ممكن تكون صعبة لكن الحلو بإنه اللي بحضر مع الدكتور أو بسمع ريكورداته جدا جدا مفيد وصراحة أنا بنصحكم خصوصا مع الدكتور نافذ يعني كل الدكاترا ما شاء الله عليهم لكن دكتور نافذ تحديدا يعني بيعطي المعلومات بطريقة كتير رائعة المعلومات بيجيبها أو الامتحانة وان بيجيبه من شيتاته الشيتات اللي إحنا بنعملها يعني بناء على كلامه والسلايدات فلو سمعنا ما رح نخسر بالعكس أنا بنصحكم طيب نيجي على الدكتور مأمون الدكتور مأمون برضو من السلايداته وكلامه يعني معظم هيك لكن أسئلته بتحتاج لفهم كتير كبير فلما تشوفوا جزئية إلو حاولوا يدرسوها بالتفصيل تعمقوا فيها والدراسة أول بأول بتخليها تجنبكم صعوبة البيكمستري صراحة اللي بدو يتجنب البيكمستري منأكد على أول بأول والباست بيبر برضو حاضر هون لأنه الدكتورة ديالة غالباً بتظلها تكرر نفس أفكارها الدكتور نافذ يعني ممكن يكرر أفكاره بس ما بيجيبه حرفي طبعاً المادة فيها حفظ بشكل عالي لكن كل شي بالتنظيم بيصير سهل الأي كانت فيها 86 والنجاح فيها 40 طيب نيجي نحكي عن الهيستولوجي هلأ أنتوا برضو درستوا الهيستولوجي بس بشكل عام يمكن أنتوا كنتوا تتعرفوا على أسماء الأنسجة وأنه جسم الإنسان يتكون من يعني مجموعة من الخلايا التي تشكل الأنسجة والأنسجة ما بتطلع عن المسكولر الميرفوس الإبيثيليم الكنيكتف تيشوز إلى آخره لكن هاي المرة نحن نمسك هاي الأنسجة ونحطها داخل الأجهزة ونشوف كيف الهيستولوجي لإلها يعني كيف تركيبها مثلاً طبعاً المادة كمان 3 ساعات فمثلاً بالكارديو فاسكولر سيستم راح تشوفوا الأوعية الدموية هاي مثلاً راح أحكي لكم هذا وعاء دموي لنعتبره الشريان ماشي راح تصيروا تشوفوا هذا الشريان مكون من خلايا هاي الخلايا اسمها اندوثيليوم فإنتوا شوي شوي راح تصيروا تتعرفوا على هاي الخلايا شو وظيفتها شو دورها بهذا النسيج مثلاً بالكارديو فاسكولر سيستم راح تصيروا تحكوا عن عملية تبادل الغازات دخول الأو 2 وخروج السي أو 2 ماشي اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون وغيرها من التفاصيل البلود مثلاً راح تتعرفوا على الخلايا عشان إذا رحتوا على المختبر بدكم تشوفوا أنسجة معينة تقدروا تميزوا إنه هدول خلايا الدم الحمراء مثلاً هدول خلايا الار بي سيز الدم الحمراء هدول النيوتروفيلز اللي هنه جزء من خلايا الدم البيضاء الويت بي سيز وهكذا فيعني شوي شوي طبعاً رح تصيروا تشوفوا هاي الأمور سهلة لكن يعني بدها جهد بداية المفويت تيشو رسبايراتوري جي آي اندوكرين اللي هو غدد الصم اليوريناري سيستم البشرة يعني شو نسيجها وتركيبها الآي الإير الفيميل جينتال تراكت الميل جينتال تراكت ورح يكون فيه لاب طبعاً اللاب ما رح تروحوا فيه على المختبر اللاب فكرته عبارة عن صور سهلة جداً لدرجة انه الأفرج بيكون فيها كتير عالي يمكن على دورنا كان 17 من 20 كانوا عبارة عن 20 سؤال فالأفرج كتير عالي لانه الأسئلة سهلة بتتذكروا خلايا السيمبل كلومينار إذيتيليا السيلياتد تايب فهون بتصيروا تشوفوهم مثلاً بتصير تتحكي انه هذا الشكل بس أشوفه هاي خلايا السيمبل لأنها مكونة من طبقة واحدة كلومينار لأنه هايها طولية هاي النواة قاعدية فيها وهذا اللي باللون الزهري الفاتح هو السيليا سيلياتد وممكن تكون يعني يعني لها صفات أخرى طب بتصيروا تتعرفوا كمان على وظيفتها وهكذا يعني الموضيع يعني أنا الهستولوجي كمان ما بشوفو مادة صعبة عندنا بالعكس مادة يعني سهلة ممتعة بس أهم إشي نفهمها هلأ حالياً في الجامعة الأردنية بتدرسكم دكتورة اسمها دكتورة غادة والدكتورة غادة يعني شوي طبيعتها بتحب الكتاب ودائماً بتوسط طلاب منه لكن الأغلب بيعتمدوا على الشيتات اللي هو كلام الدكتورة زائد السلايدات الشيتات قد تكون كافية يعني إن شاء الله بس بالأخير لجنتكم هي اللي بتحدد على شو تعتمدوا وأحياناً كانوا عادي يعني يجيبون لنا جزئيات من الكتاب ومحدد عليها هذا الموضوع الأسئلة تبعية الدكتورة غادة يعني تعتبر متوسطة لا سهلة ولا صعبة وبالنسبة للكتاب أبداً لا تخافوا يعني بالعكس الكتاب لغته كتير سهلة يعني خصوصاً كتاب الهيستولوجي أنا درست منه شابترين وعلى أيام كانوا كتير سهلة ومتسلسلة أيضاً وبس تقريباً عن الهيستولوجي الهي فيها 89.29 يعني لو واحد جاب 89 صار والنجاح فيها 38 طيب نيجي على الدنتل أناتومي الدنتل أناتومي ثيوري هاي أول مادة بطب الأسنان رح تاخدوها كطب أسنان وهي مدخل لطب الأسنان المادة لو اطلعنا عليها هي عبارة عن ساعة واحدة لكن هل بما إنها ساعة معناته أحملها وما أعطيها حقها؟ أكيد لا هي صح ساعة لكن هي فيها يعني هي مقدمة فيها كمية حفظ ومعلومات كتير عالية يعني هون الفهم يعني شويش متوسط خلينا نحكي لكن الحفظ فيها كمية كتير عالية كمية المعلومات فيها اللي بتهمناها عالية لكن مش صعب المادة أبدا دراستنا بتنبنى على الفهم ثم الحفظ فبفهم كل التفاصيل بعدين ببلش أحفظها وتقريبا كل حرف في هاي المادة مهم يعني ممكن تشوفوا السؤال كتير سهل لكن يتم تغيير كلمة واحدة فقط بتغير لك كل السؤال فعشان هيك إحنا ضروري من بدايتها يعني نكون مركزين لهاي الفكرة طبعا رح تتناولوا أسماء الأسنان بالبداية كالطرق تسميتهم حسب الأنظمة العالمية بعدين رح تبلشوا تحكوا عن التوثلاند ماركس اللي هي التضاريس أو المعالم السنية يعني السن إيش عليه مكونات شايفين مثلا هذا السن؟ رح تصيروا تحكوا أنه هاي الرفعل فيها القمة اسمها كسب رح تصيروا تحكوا مثلا هون هذا الدبريشن اللي الصغير هذا اسمه بت وهكذا فرح تصيروا تتعرفوا على هدول التوثلاند ماركس يعني رح تصيروا تميزوا كل سن وشو فيه تفاصيل رح نحكي عن الأسنان اللبنية ومواضيع أخرى زي الإطباق وطريق التقدير وعمر المريض بناء على صورة الأشعة الأي بالمادة كانت 76 يعني شوي نازلة ممكن أقل المادة والنجاح فيها 44 يعني هذا كل اللي بنحكيه عن الدنتل أناتومي ثيوي آخر إشي الدنتل أناتومي براكتكل وصراحة كنت حابة قبل شلكم فيه لكن حكيت خليني متسلسلة من الأعلى ساعات للأقل الدنتل أناتومي براكتكل أنا بشوفها وظيفتك كطالب ليه؟ لأنه صراحة الجامعة كمصادر غير كافية لحتى تعلمك هاي المهارات هي بالأخير سكيلز طب سرين أنت ليه حكيتيني مهارات وهيك يعني شو فيها الدنتل أناتومي براكتكل ببساطة هذا أول لاب أسنان عندكم رح يكون عبارة عن ساعة في المختبر أسبوعيا هاي الساعة يتم تقديمها بشكل ساعتين إيش بشمل هذا اللاب؟ بشمل ثلاث شغلات أو أربعة بشمل أول إشي الرسم على دفتر بياني ترسموا كل أسبوع رسمة السن المطلوب منكم بآخر الفصل بيكون على هذا الدفتر خمس علامات فحلمين ومهمين تمام؟ عندكم لاب نحت الصابون وهذا يعني يعني خلينا نحكي 70% لـ 80% من اللاب يعتمد عليه نحت الصابون رح تضلكم كل أسبوع تنحتوا بهذا يعني بهذا الصابون تبلشوا مثلاً بالأسنان القواطع بعدين تروحوا للأنياب من الأنياب للضواحك ومن الضواحك للطواحين رح تضلكم تنحتوا فيهم لكن الامتحان بالأخير بحددولكم سن واحد طيب هلأ نصيحتي لكم صراحة من الآن يعني لو أنت اليوم بالعطلة عم تسمعني أو بلشت الدوام وعم تسمعني بلش اتدرب يعني قد ما بتقدر بكير كل ما اتدربت أكتر كل ما مارست أكتر كل ما عودت إيدك على هاي الشغلة كل ما كان أحسن طيب كيف أتدرب وين أتدرب؟ ببساطة نزل على جروب دفعتك يا جماعة أنا محتاج أني أتدرب على لاب الدنت الأناتومي في حدا بيساعدني؟ إذا في حدا من السنوات الأكبر تطوع لحتى يساعدك هذا أكتر إشي ممكن يفيدك بتصير تراقب حركة إيده كيف عم بقطع الصابون بشجعك على قطعة الصابون عشان ما تكون خايف يعني وتشيل هاي المخاوف بكير لأنه يعني خلال الأسبوع الثاني أو الثالث تقريباً لأنه يعقد كل أسبوعين مرات خلال الأسبوع الثالث يمكن يكون امتحانك الأول فعشان هي كل ما تدربت أكتر كل ما كان أحسن كل ما بلشت أبكر كمان كل ما كان أحسن لك هذا بالنسبة للاب نحت الصابون وضرورة تتعرف على هاي المهارة الآن هل بتفيد بالمستقبل؟ يعني أنا لغاية الآن هيني طالع على سنة رابعة ولسه ما شفت أي فائدة منها طيب الجزء الثاني من هذا اللاب هو الواكسينج يعني هي ببساطة بتجيبوا مادة الشمع بتكون هيك في عندكم زي فليم شعلة نار بتصيروا تدوبوا بهذا الشمع وتحاولوا تعيدوا بناء السن بأدوات زي هاي بسيطة بتحاولوا تعيدوا بناء السن بالفاينل بيكون عليها يعني على المادة عشرين علامة بالواكسينج وعشرين علامة بالنحت هدول الأربعين علامة فيعني ما بتقدر تحكي إنه فيه إشي أهم من إشي بس نحت الصابون يعني بتحدد لك علامة المد وزي ما منلاحظة شوي عالية كلاب تسعة وتمين والنجاح خمسة وأربعين يعني أهم نصيحة ممكن تطلع فيها من هون بالدنت الأناتومي براكتيكل تدرب بكير قد ما بتقدر وأحسن طريقة تدرب وجاهياً ومع شخص شوي الفيديوهات غالباً جودتها بتكون يعني أليمة طبعاً يعني لغاية هون خلصنا المواد نيجي على أسئلتكم شوي أسئلتكم كانت قليلة يعني بس كان وصلني سؤالين يمكن لسه مو متحمسين أو الوقت كان يعني غير كافي صراحة ما أعرف بس على كل حال خليني أجاوب على هدول السؤالين السؤال الأول في مجال ننزل متطلبات مثل الفلسفة بالفصلين الأول والتاني وقديش صعب حيكون إذا نزلنا يعني أنا بدي أحكي لك يعني كتجربة صراحة أنا طالب سنة ثانية فصل أول إنه ينزل مادة حرة ما بفضل ليه؟ لأنه كل المواد عندكم بدها دراسة كلها على الفصل الثاني في مادة عندكم ثلاث ساعات يعني برضو أكيد بدها دراسة لكن لا تطلب دراسة أول بأول اللي هي مادة الإسعافات الأولية فممكن على الفصل الثاني أحسن لك لكن يعني أنا الفلسفة شو فكرت فيها؟ مادة الفلسفة جبت فيها إيه؟ الحمد لله لكن شوي كنت متغلبة بدراستها لإني ما كان عندي المصدر الصحيح كانوا الدكاترة ينصحوا بالكتاب وأنا عن جد رحت على الكتاب وكنت أدرس منه لكن شوي المد يعني أخذ وقت طويل يمكن أربع أيام أعطيته لكن على الفاينل جبت دوسية أتوقع أهل الهمة أو عمار في واحد كمان أعمل دوسية وكانت أكثر من كافية إنها تخليني أجيب يعني علامة فل إلا يمكن علامتين بالفاينل وكان يعني الموضوع كتير أسهل فيعني بدك تعرف المصدر إذا قادر تنزل نزل بس على الفصل الأول ولا التاني يعني أنا بفضل على الفصل التاني بس الفصلين صعبين يعني أنا بأحكي صعبين بس الفصلين فيهم ضغط عالي تمام؟ أوكي ريفيو عن كل الدكاترة وخصوصا غادة أبو الغنم زي ما شفتوا حكينا عن كل الدكاترة وحكينا عن دكتورة غادة نرجع نأكدها للدكتورة غادة بتفضل الكتاب لكن شيتاتها معظمهم شاملة يعني السنة الماضية دخلت شوي من المد مع الفاينل فيعني حاولوا يعني تحاولوا محا إنها تخفف المادة وشغلة تانية إنه الدكتورة أسئلتها متوسطة وبس يعني الباقي حكينا تمام؟ تمام بالأخير بأكد على المعلومات اللي حكيناها أول إنه إنت إذا كطالب درست أول بأول بيكون معك الوقت الكافي إنك يعني تفهم المواد تتوسع فيها بقدرها بنفس الوقت حاول لا تشتت حالك بالمصادر أنا بشوف مصدر واحد يكفي للأسف إحنا لما بلشنا سنة أولى يمكن أنا كنت أخذ للمادة الواحدة أربع مصادر حرفيا أجيب دوسية وبنفس الوقت أحضر كورس وبنفس الوقت أحضر مع الدكتور لا أنا شفت مصدر واحد فاهم عليه قادر أجاوب الأسئلة عليه بظلمني ماسك فيه للأخير حاولت بهذا المصدر عطيت حالي وقت كافي فترة أسبوع ماكسموم أسبوعين يا ربي مو قادر أفهم على هذا الدكتور شو أعمل؟ ببساطة يعني ضروري أنت تدور على مصدر ساعتها لكن أعطي لحالك الوقت ولا تشتت حالك مصدر واحد يكفي تمام؟ تمام شو ضل أشياء رح نحكي ها طبعا دراستكم رح تكون طول الوقت على الآيبادات يعني انتبهوا على حالكم والآيباد هو أحسن إشي بنضمن لك الملفات بسبب الأخير يعني كل واحد معي اللي بريحه وآخر إشي بحب أحكي لكم يعني إن شاء الله ما أكون طولت عليكم وبتمنى تكون هاي المحاضرة مفيدة لكم كلكم وإن شاء الله بنشوفكم بأحسن المراتب وأعلى العلمات يعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر